اهلا بكم احبائي. اللي اول ما اللي هتشرفني انا اسمه وفاق ودي قناتي. وان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حلوة سهلة وبسيطة شرقية. بيحبها الناس كلها. وهي رموش الست او عيون المهة. وزي ما انتوا شايفين من الصورة دايبة دوابان وبالضوب في البقدوب. ويلا بينا نبتدي المأدير والمكونات. وقبل ما نبتدي يا ريت اللي ما اشتركش في قناة قبل كده. ينزل يعمل للمكتوب الاحمر ويفعل زر الجرس. عشان توصل لاشعارات باكلاتي الجديدة. المأدير زي ما انتوا شايفين دقيق وديق سميد وسكر بودرة وجوز هند وسمنة يفضل بالي دي طبعا وبيد وكارب باودر وفانيلا ورشة ملح. العادي بحط عليه دقيق السميد. وبحط عليه رشة الملح وبحط عليه الباكينج باودر. وبحط عليه جوزة الهند وبعدين بخلطهم كلهم مع بعض وقلبهم كويس مع بعض. ولو عجبتكم الاكلة يا ريت ما تنسنيش فيه لايك والشير. في بولة تانية ببتدي احط السمنة. بدرجة حرارة الغرفة. مش مجمدة. ويعليها السكر البودرة. وبالمضرب العادي مش محتاج ابدا مضرب كهربائي ولا عجان ولا حاجة. بده بسرعة. بدأوا بالسمنة والسكر. وبعد كده بنزل بيه البيض. البيض هنا هو بيضة اه وبيض بيضة. والسفارتين بتاع البيضة التانية اه شلت لدهن لدهن الوجه. فده بيضة وبيض بيضة. ودي الفانيلا. الفانيلا سكر. وحطيت معاه كمان شوية الفانيلا آآ سائل. وبقلبهم كويس. حطيت شوية الفانيلا سائل كمان عشان ده خلص من ايه زفارة. وبعد كده بنزل عليهم بقى بيه الخليط الجاف اللي هو كان عبارة عن الدقيق العادي. ودقيق السميد وآآ جست الهند. والملح والباكينج باودر. اقل بشوية كده بالسباتيولة لحد ما اختلت الكمية وعوضها كويس. وبعد كده ابتدي اعجن بالايد. طبعا هي بتبقى عجينة طرية خالص. يعني اشبه شوية بالبتفور او البسكوت. وابتدي اجيب ساج يفضل ساج الليمونيا يبقى تسويته افضل يعني. وبعد كده ابتدي اشكلها آآ قطعة صغيرة حوالي من ناشط جرام كده او حاجة. تقريبا. وابتدي اعملها كورة. وبعدين اعملها بيضاوي. وبعدين اعملها بيضاوية كده وبططها شوية. واعملها من الجناب من الجنب ده ومن الجنب ده. ابقى وزن من طرف ده ومن طرف ده. وهكزا لحد ما يخلص آآ كل المدار آآ بعد ما خلص المدار كله اجيب بقى صفار البيضة. آآ اللي انا كنت شايلها يعني اللي كانت فايدة. واحط عليه آآ فانيلا. انا حطيت عليه فانيلا سعيلة. واحط عليه نقطتين خل علشان تبنعها زفارة. وابتدي آآ بيه الفرشة ادهن آآ ويش الرموش كلها. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يمسلكوا الاشعارات بالاكلات الجديدة. ده بعد ما الكمية كلها خلصت وبعد كده زي ما قلت لكم بنجيب آآ سفار البيضة ونحط عليه نقطتين خل وآآ نص معلقة آآ آآ بانيلا سعيلة. وادوبهم كويس. وبعد كده ابتدي ادهن آآ آآ ويش بي آآ بالخليط ده. آآ بعد ما نخلص بنحطها في فرن يكون آآ متولع من قبل كده. آآ على درجة حرارة مئة وتمانين. آآ بتاخد تقريبا حوالي عشرين دقيقة. وآآ خمس دقائق الاخرانية آآ الشواية. الشواية تكون هادية خمس دقائق. ومن يعني بعد ما آآ بعد عشرين دقيقة بلاقي تقريبا من تحت حمرت. ومحتاجة بس حاجة بسيطة من فوق. لو الفرن بتاعك اصلا من اللي هو النوع اللي شغال من فوقه من تحت. ممكن يكفي ان هو تبقى من فوقه من تحت. ومش لازم من الشواية. انا ما عنديش فوقه تحت. انا عندي آآ فرن تحت وعندي شواية فوق. فبولى عليها حوالي عشرين دقيقة من تحت. وبعد كده اخر خمس دقيقة بولع الشواية من فوق. بعد ما ده هنتهى آآ بآآ صفار البيضة ببتدي به الشوكة. اعمل علامات بالشوكة على عليها من فوق كشكلي يعني. اللي عاوز يسيبها كده يسيبها كده ما فيش مشاكل. المنزه ده بعمل عليها علامة كده في الشوكة. وادخلها الفرن المولع مسبقا. قبلها بعشر دايق كده او حاجة او ربع ساعة. اكون بقى محضرة الشربات. آآ الشربات يكون آآ في درجة حالة الغرفة ما هوش لا سخنة آآ ولا هو بارد ولا هو ساعة او يخارج خارج من التلاجة ولا هو سخن لسه طفي عليه. والشربات بتاعها بيبقى شربات آآ خفيف اللي هو كوبية قصات كوبية. يعني ده حطها له كوبية ونصف سكر قصات كوبية ونصف آآ مية ونص عصير اللمونة والفانيلا. وسيبه بعد ما يغلي الشربات بسيبه بعد ما يغلي حوالي عشرة دقايق بعد الغلايين. او سبع دقايق بعد الغلايين. فطبعا نبقى عاملة الشربات قبلها من الصبح وسيبه في درجة حرارة الغرفة. اول ما بتطلع من الفرن زي ما انتوا شايفين كده اول ما طلعت من الفرن بتدي تسقيها موباشارة لازم تكون سخنة. اول ما تطلع باشارة نقوم سأياها بالشربات اللي في درجة حرارة الغرفة. ممكن اعطيها فوتا او لو هو ساك صغير اعطيه فويل آآ لمدة عشر دقايق كده. وبعد كده ابتدي آآ اطلعها من الساك وارسها في المكان انا احط فيه. زي ما انتوا شايفين شكلها طالع دهبية وجميل. انا بحب اسوي الحاجة يمكن هي اللونة غامق شوية لان انا من نوع اللي بحب اسوي الحاجة آآ زيادة شوية. وده خلاص بعد ما شربت الشربات ابتدي بقى آآ اطلعها في آآ طبقة التقديم. زي ما انتوا شايفين لونها جميل جدا. وآآ بتطلع بسهولة من الساج. وآآ نعمة جدا ومرملها وفعلا بتدوب بمعنى بتدوب في البقى ده وابين. زيullah الظهر مستوي ومن فوق مستوية ومستوية يعني اكتر شوية من العادي لان طبيعتنا او طبيعتنا بحب الحاجة مستوية زيادة لكن ده نعش انها مرملة ونعمة جدا وبالدوب في الفم دوابين سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت وفيش نص ساعة هتخلصيها كلها على بعضها يعني وبيحبها الناس كلها تقريبا الصغيرين والكبار وحلوة للتقديم في رمضان شكلها جميل بعد ما طالعت زي انتهى بالفصدق المجروش عاملة زي البسبوسة كده بترملت البسبوسة وفي نفس الوقت برضو نايمة نعمة زي البسبوسة ارجو انكم تكونوا استفدتم من الفيديو وصحتين وهنا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله ومنتظر اي تعليقاتكم واي طلبات ليكوا تكتبها لي في كومنتات ان شاء الله وصحتين وانا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة